ايه الفرق بين المكملات الغذائية والأدوية الفرق انه لما نتكلم على الأدوية أدوية دي هي مواد جزء منها جاي من الطبيعة وجزء منها مصنع يعني معمول في المعمل بخلط كذا زائد كذا في درجة حرارة كذا لمدة كذا طلع الدواء الفلاني او المادة الفلانية ده اختبر في المعامل ثم اختبر على حيونات تجارب ثم اختبر على البني أدمين ثم يتوافق عليه هنا بيسموها التلاتة ستيجز بتاعت او مراحل اللي بيطلع بعدها الدواء ويمكن استعماله او لا بعد ما ينزل الدواء في ابحاث بتتعمل اسمها اللي هو نزلناه والناس استعملته مش في تجربة في علاج وبعدين حصل لهم اصار جنبية ولا لا اتعالجه ولا لا بيطلع بعدك عشان كده يقولك ده الدواء ده تمنع ليه تمنع هو كان متوافق عليه لكن لما ديناه الالف واحد بقنا واحد انضار فهنا بنمنع الدواء نيجي بقى ده الدواء اللي هو عدى بالتلات مراحل في الاختبار هل المكملات الغذائية عدت بهذه المراحل لا ما عدتش ليه بقى معدتش لانها حاجة من اتنين يا اما مواد طبيعية هنا عايز اقول طبيعية دي مش ميزة هي اتلوكس كأنها حاجة امام ده حاجة طبيعية طب ما السموم بتيجي من حاجات طبيعية يعني فيه شجر فيه سم بيموت وده حاجة طبيعية فيه اسماك بتموت وده يبقى طبيعية اذا انا مش كل طبيعي امان اذا نمرة واحد اما نسمع كلمة دي مكمل غذائي ناخد بالنا وما نخليش كلمة ده مكمل غذائي طبيعي ناتشرل دي تخلينا نقول انه اكيد امان اشتركوا في القناة